تكنولوجيا الموبايل عالم واسع وهذا العالم بحاجة إلى مواكبة إيهاب تيفي تقربك أكثر فكن على قرب منا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم إيهاب الصرفاند من قناة إيهاب تيفي كيف حالكم إن شاء الله بخير إن شاء الله موسوطين واليوم في عنا خبر لكل واحد بلعب جتا فيه خبر مهم جدا لازم تعرفه وهو الخبر كالتالي نقرأ لكم الخبر وتشوفوه الخبر بيقول إنه في فيروس ينتهك الجهاز تبعك ويستغل موارد الجهاز كيف يعني بيقولك يقوم العديد من المخترقون في الفترة الأخيرة بالتركيز على الألعاب حيث ذكرت تقارير أخيرة أن لعبة جتا أصبحت مستهدفة عن طريق بعض المخترقين وذكرت التقارير أن المستهدف ليس اللعبة بل اللاعبون شو اللاعبون مستهدفون؟ كشفت التقارير أن البرمجيات الخبيثة طبعا هذه البرمجيات هاي اسمها موجود يمكن أن تستخدم موارد جهاز الكمبيوتر الخاص بك لتعدين العملات طبعا أنت بتعرف فيه تعديل العملات عن طريق الأجهزة بيستخدم موارد جهاز تبعك اللي انت بتشتغل عليه لتعدين العملات المشفرة سرا حيث ذكرت تقارير أن الهدف الرئيسي لهذه البرامج الضارة الجديدة هم اللاعبون وليس لعبة جتا وقال باحثون أن شركة أفاست للأمن السيبراني أيضا أن البرنامج الضارة راكونش ظهر بالفعل على الأجهزة في عشرات البلدان المختلفة حول العالم وأضاف التقارير أن المتسللين بدأوا في استخدام هذه البرامج الضارة للاستفادة من الموارد المادية لأجهزة اللاعبين والتي تتميز بمواصفات عالية يعني بنجي الجهاز اللي بمواصفاته عالية عشان يستخدموه للتعدين ويمكن استخدامها في التعدين وجني الأموال اسمعها الخبر حج وأشار التقارير أن المتسللين يضعون برامج ضارة في الألعاب الشهيرة مثل لعبة جتا ونبي اي اي اتنين كال المهم هي الأسماء عندكو هذه الألعاب ويطلق على هذا البرنامج الضار الذي يستخدمه المتسللون اسم كراكانش ويبدو أنه نشأ من جمهورية تشيك من تشيك جاي وفيما يتعلق بالأرباح شوف قديش عاملين أرباح من وراء هذا الفيروس جناها المتسللون من هذا الفيروس ذكر التقارير أن المتسللين حققوا أكثر من مليوني دولار اثنين مليون دولار لحتى الآن من خلال الأجهزة التي تعرضت لهذا الفيروس حتى الآن ذكر الباحثون أنهم عطروا على 13.779 حالة في الهند و16.584 حالة في البرازيل و11.856 حالة في الولايات المتحدة و8.946 حالة في المملكة المتحدة و18.448 في الفلبين و12.727 في بولندا حتى الآن وهذا بيقوم بتعطيل تحديثات ويندوز بعطلك إياها على الأجهزة والغاية تثبيت برامج الأمان لمنع الاكتشاف وفقا للتقارير فإن حالات البرامج الضارة المشابهة قد تزايدت خلال العام الماضي وسط ارتفاع في قطاع العملات المشفرة أفادت شركة الأمن السيبراني في وقت سابق من هذا العام أنها لاحظت أكثر من 200 ألف حالة من هذا البرنامج الضار للتشفير في الربع الأول من عام 2021 هذا كله في عام 2021 فكل واحد يدير باله على جهازه وكل واحد يدير باله على عدته وكل واحد يدير باله على اللي عنده من اخترقاته وهي اسم الفيروس فدير بالك يستخدم موارد جهازك للتعدين وجهازك بعد هيك يصير غدن عتابة إلى لقاء في فيديو آخر لا تنسى اللايك والاشتراك في القناة وتفعل الجرس عشان يصلك كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام